نساء الخير على كل المشاهدات ومتابعة موقع وجردية أهل المحافظة الشرقية بتحديدا من عزبت فامي التابعة لمركز مدينة هيا في الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت حصلت وقع مؤسفة جدا من شهد مركز مدينة هيا وتحديدا أمام مركز شرطة مدينة هيا حصلت وقع مؤسفة زوجة أثناء توقعها للمنزل قبلها زوجها في الشارع قام بشدها من رقابتها وطعانها بعدة طعنات بين حقوق فاروكة من جسمها طبعا في بقع حلويات كان واقف ساعتها في الشارع وقت الوقع فقام بالتوجه اللي الجاني أو القاتل أثناء لما شاف طبعا الزوج بيعتدي على زوجته في الشارع فحاجه طبعا أنه هو الدفاع عنها وأنه هو يخلصها مؤيده لكنه هو مش عارف طبعا الزوج عن زوجته بعدة طعنات لفظت على إسرها أنفسها الأخيرة في الحال طبعا لما ادخل بقع الحلوات اللي شاف الوقع قدامه الزوج قتله هو كمان بعدة التعامل ومتفرقة بقع الحلوات طبعا دمنا الجسدين لمشارحة المستشفى هي واللي تحولوا دلوقتي لمستشفى الأحرار لحين التصريح بدفن الجسامين طبعا دلوقتي تباشر التحقيق مع المتهم علشان زي ما قدت حضراتكم دلوقتي نابت هايا بالتباشر التحقيق دلوقتي مع المتهم ومع الأسرة علشان يعرف تفاصيل أكتر عن الوقع والأسباب اللي قدت لكده إحنا دلوقتي معينا والدة المبنى عليها أتحكي لنا تفاصيل أكتر عن الوقع وكمان الخلافات اللي كانت بينها وبين السوق تفاصيل أكتر عن الوقع الخبر وصل لي بالتليفون واحد ولد صاحب ابن كان على كبرى على كبرى البحر وسمع كده فراح على هناك واتصل علينا فروحنا لجينا الدم مكان ما انكفت مكان ما خبطها ريح المضيفة بتاعت المركز وقال لك يعني عني كانت أصلا لحصل مشادرين أو كده فهو أتالها ولا إليه حصلين لا هما هي غضبونة من بقالها كم شهرها اوه يعني لا أصلا كنت غضبونة اوه اوه وبعد نوكت عندي هنا وبعدين قالت هشوف هشوف مكان أقعد فيها ماما عشان ارتحني وعيالي مش عارف انها انا إلها أخت هنا يعني برضو مطلقة اوه ومعها هي ابنها فقالت لا اوسع الأختي يا اما انا راح اتجر حت اوه اوه فقلت لها ان لا اقدر عليها دهولك يا بنتا مساعدة لو هتا اجرت النور المية حاجة هي كانت بتشتغل؟ كانت بتشتغل في مخزن صيدلية اوه تلات هي كانت بتصرف عليهم اوه لا هي الكتب تصرف عليهم لا هي الكتب تصرف عليهم هم 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 عايشين هم اتنين ولا معها هم اتنين؟ لا عايشين معها من يوم غضبت وهم معيها بنتين كبار والثلاث اولاد طيب ما ترفيش هوقتها لي يعني ايه السبب اللي بخلت انه هوقتها ووصاها تنوع كتبه؟ هو هددها كذا مرة وفكرته بقوي بها الزرق او بقول لها كده بيهددها اوه رايح اجيب طلب من على البحر فاتفجأت انه هو جزح من على مكانه وراح كبش هكده اوه حاولت انه هي الدفع عن نفسها ما قدرتش خبطها بالمطول معي اوه الرجل العم السيد اللي على البحر دي جاي يحوش عنها للاقيها مكفية في الارض وراح خبطه روخ كانت بتشتكيرك على طول انها يضربها على طول؟ اوه ما خدش فلوس منها يضرب ما خدش فلوس منها يضرب؟ اوه خمس ومية الف اوه انت ابوه بشرب محضرات او بشرب اي حاجة او كده تخليه مثلا انه هو بشرب سجاير ما نعرفش عنه حاجة اوه لا اوه منعت ان هي ما تدلوش فلوس قالت بناتي او لا فما يجيب لبناتي حاجة في الجهاز اوه فهو ضربها عشان كده وبقى ان بهدلها وازيها فمش تسبت البيت ومش كان بضرب ولاده او حاجة من يضربه او لا كان بضربهم ما يجربوا عليه يحوشوا عنها او يعني ما خين يجي يضربها وولده يحوشوا عنها وكده تضرب اوه بقى او بقى يضرب اوه انا كنت يعني سناك حضارك تقولين هو الولدك اللي بشتغله لا ده الولد جاء صغور نادي فارس ونادر يا حب يعني ولاده صغيرين اوه مش فهم الاولد كبير كده مطلع البطاقة بس مش بشتغل اوه طلع من التعليم اوه 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 مخازن اوه يعني كانوا بشتغلوا وبيساعدهم ما كانش بصرف عليهم لا يعني ما كانش بساعدهم بقى اي مصاريف لدراساتهم ولا لمصاريف لا ده هو كان بياخد منهم وما خدش بالتراضي يضرب يعني بدربهم عشان يش بتضربه اوه وبيضربوا لده عشان يكتغلوا اوه يعني الباخر ما شغلهم في زباة المواصر باجوا يلموا مخور دي اوه ويلموا اللي زباة المواصر بقى ويبحر وياخد بسر اوه حتى مفيش ولا مرة كنحول ان هو مثلا من نوع تطلب منه عشان قاعدها مش شغل اللي يقولها مش معاي خاصة متى هايليها كلها عشان قاعدت سبع سنين محارمانة عشان قطره اوه يعني هي كانت زهرت معاكم علشان ان هي اه هو منحها انها تزوركم اوه اوه علشان النياضة بتعيش كلها تقول عشان بتضربني عشان اعيش اربي عيالي وقلنا لها مايش يا بنتي تب اخر مرة شفتها انت او كلمت معك قلت لك ايه اخر مرة قلت معايا الساعة تسعة بالليل وقالف يا ماما انا جاي اشوف بنت اختي وقعد معاك وحافة قلت لها وقعد يوه كانت تكيلت منه قبل الوقع او حاجة؟ قالت شاتمني واني معادي امنع المحطة وهو قاعد يعني هي غضبنة عندوك وبردو كل ما بيشوفها بيشتمها اوه كل ما يعترفها في مكان يشتمها ويضرب ومش حطت في مخها جلت ممكن هوا بهددني بس زي كل مرة ما بهدد اوه نفصل في ايه حد اوه ينجتل زي ما جتل بنتي ان شاء الله علي اوه 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 الحرويات اللي كان بيحاول يدافع عن السجر اوه طبعا كمان اوه زي ما حضرتكم سمعتوا من الوالدة المبنى عليها ان هو كان دائم الاعتداء عليها كان دائما بياخد منها فلسة اوه بناته الاتنين الصغيرين لسة في التعليم كان دائما بيدربهم اوه وياخد منهم فلوس شغلهم ما كانش بيصرف على بيته ولا على اولاده ان شاء الله ان نواصل معكم في التفاصيل اخرى مشاهدوا متابعين اوه اوه السلام عليكم ونحمد الله وبركاته